الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره وما دامت الآخرة إلا بعفوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه لا راد لفضله ولا معقب لقضائه ولأمره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين حياكم الله أيها الأحبة الكرام وأولا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وأسماء الله عز وجل كثيرة وصفات ربنا جل وعلا كثيرة وهذه الأسماء وهذه الصفات منها ما يستحب للإنسان أن يتخلق بها ومنها ما يجب أن يتخلق بها ومنها أيضا ما يحرم أن يتخلق بها فمن الأسماء التي يستحب بل يجب للإنسان أن يتخلق بها وهي الرحمة فاسم ربنا الرحمن وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وهناك أسماء أخرى وصفات أخرى لا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال أن يتخلق بها ومنها هذا الاسم الذي سنتكلم عنه الآن وهو اسم الله المتكبر حيث قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فصفة المتكبر صفة من صفات الله عز وجل لا يستطيع أي إنسان بأي حال من الأحوال أن يتخلق بهذه الصفة لكن ربنا جل وعلا له هذه الصفة لعدة أمور لأنه لا مثيل له ولا كفأ له لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال الله عز وجل كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل ليس هذا فحسب بل إن من ضمن الأمور التي جعل ربنا جل وعلا له الكبرياء أيضا أنه هو القاهر على عباده وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي لا يظلم ولا يظلم فإن ربنا جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وقال ربنا جل وعلا وهو القاهر فوق عباده بل أيضا من ضمن الأمور التي جعل ربنا جل وعلا اتصف بهذا الاسم أيضا أنه ليس له فضل أو ليس لأحد من الخلق عليه منه فربنا جل وعلا هو صاحب الفضل بل قال ربنا جل وعلا كل بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وقال ربنا جل وعلا والله ذو الفضل العظيم فاستحق ربنا جل وعلا أن يتصف بهذا الاسم وهو المتكبر لكن ربنا جل وعلا منع عباده أن يتخلقوا به لأن الله قال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بل قال ربنا جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لكن انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا هذا الحديث فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنى ونعله حسنى أيدخل هذا في الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس فما معنى بطر الحق وغمط الناس؟ الكبر بطر الحق هو إنكار الحق وغمط الناس هو احتقار الناس فلذلك إذا أردت أن تعرف معنى التكبر وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم في أمرين وهو أن ينكر الحق وأن يحتقر الناس لذلك كان من صفات عباد الرحمن قال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتواضعين وأن لا يجعلنا من عباده المتكبرين فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وفرج كربنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته